احنا بدأنا المبادرة فين ورايحين بيها على فين؟ طيب احنا بدأنا المبادرة في تسع محافظات ومدينة تسع محافظات الاولانيين بتوانا القاهرة، الجيزة، الاليوبية، اسكندرية، البحر الأحمر، السويس، بورسعيد، اللؤسر وأسوان ومحافظة جنوب سيناء متمثلة في مدينة شرم الشيخ حلو جدا تمام؟ ماشي ضمينا بعد كده في بداية 2023 خمس محافظات تنينة سوهاج، البحيرة، الشرقية، بني سويف ومحافظة الإسماعيلية عظيم بمناسبة محافظة الإسماعيلية النهاردة فريق العمل التابع لمبادرة أحياء السيارات انتهى من تنفيذ ورش العمل في المحافظة هناك للسادات قائمين على المبادرة في المحافظة وده خبر حصري لحضرتك إن من أول أسبوع اللي هيبدأ إن شاء الله هيقدر المواطنين في مدينة الإسماعيلية بتسليم السيارات بتاعتهم في ساحة التخريد الخاصة بالمحافظة في محافظة الإسماعيلية والمحافظة خلاص يعني النهاردة تعتبر على الإطار بتاع المبادرة بنسبة مية في المية حلو جداً قوي خالص طيب أنا عايز أوصل بالمبادرة بالتأكيد للـ 27 محافظة أنا عندي حصر بالتأكيد عن طريق وحدات المرور ووزارة الداخلية بعدد العربيات اللي في مصر اللي تنفع تخش المبادرة اللي هي عمرها 20 سنة دي تمام كام ده هيندلك تحت الشروط بتاعت المبادرة حلو الشروط بتاعت المبادرة بتقول معانا إن إحنا عشان العربية تقدر تدخل مبادرة إحلال السيارات لازم يبقى العربية عد عليها 20 سنة الرخصة بإسم المالك بقالها سنتين في المرور أيوة علشان أنا مجيش أنا حشتري عربية لا ما يبقاش معك عقد مسجل وأصلي مش عارف إيه أو توكيل حتى لو العقد المسجل أو التوكيل بقاله سنتين أنا هنا اللي بيحكمني الرخصة في المرور بقالها كام كام سنة سنتين بإسمي بإسم المالك بتاعها حلو طبعا لازم يقوم مصر الجنسية حلو لازم يبقى يتم الكبول البنكي بتاعه استعلام المصرفي أه طبعا أه طبعا أوكي